لقاء مثير وحماس انتهى بالتعادل 3-3 بين شباب الساحل واللخاء الاهلي علي بالمباراة اللي جمعتون على ملعب العهد بداية المباراة كانت مثالية للساحل بعد ما نجح بافتتاح التسجيل بالضيئة التانية بهدف تسجل بنيران صديقة وبطريقة غريبة بعد ما سدد محمد رضا الكرة على طريقة المهاجمين هزت مرما فريقه بمنتصف الشوطر اول عوض محمد رضا جزء من خطأه وارسل الكرة عرضية تبعه اليكسي خزاء برأسه على يسار الحارس عباس شيط لتتعادل الارقام للمرة الاولى باللقاء وبالتأكيد مش الاخيرة هالهدف جعل لاعبي الساحل ينتفضوا وكان لهم اكتر من محاولة منه تزديدي خطرة من خرج المنطقة لحسن تهماز اتكفى للكاخي بابعاده لركنية لكن قبل ثواني قليلي من نهاية الشوط الاول منح اليكسي خزاء التقدم للضيوف مستثمرا تمريرة بينية متقنة داخل المنطقة من البرازيل المتقلق دياجو بالشوط الثاني دخل لاعبي الساحل بهدف التعويض وبالفعل كلل حصل تهماز مجهوده الكبير بهالمباراة ومنح فريق التعادل بعد وانتو مع السوري علي غليوم انها بتزديد عدد الارقام لمرة تانية بهاللقاء الساحل اتنان الاخاء الاهلي علي اتنان الاثارة استمرت بهالشوط بعد معادد ياجو للتقلق من جديد والمساهمة بتقدم فريقه بعد مجهود فردي ممتاز ليمرر كرة على طبق من ذهب لمحمد حمود يلي ما وجد اي صعوبة بهز الشباك الاخاء كد يقتل المباراة بالربع ساعة الاخيرة لكن عماد غدار ما استغل الفرصة لتعزيز النتيجة الساحل ضغط بالدقاء الاخيرة تزديد من موسى زياد ابعد الكاخي قبل ما يثمر الضغط الساحل عن هدف التعادل الثالث عبر البديل العاجي كريست راميل اورانيو لتنتهي هالمباراة بتعادل عادل ويتأسم الفريقين نقاط اللقاء